ننتقل الى صحيفة الاحرام اليوم وهي اخر صحيفة استقالة مفاجئة لوزير المالية من الاتحادي جوبا لا مجال ليتولى باقان اموم منصب نائب الرئيس اذا كانت هذه السازة هي اهمة ما جاء في صحف الخرطوم الصادرة الصباح اليوم ونبدأ بهمة ما جاء في صحف صحيفة الرأي العام وفيها فرقة متخصصة من الامن لملاحقة مخزني العملة اعلن جهاز الامن والمخابرات الوطنية عن تكليف فرق متخصصة بهيئة الامن الاقتصاد للاطلاع بدورها في انفاذ امر الطوارئ رقم 6 بما يشمل عمليات التفتيش والملاحقة للمضاربين في العملة الوطنية او مخزنيها خارج النظام المصرفي وذلك اعتبارا من الغد وقال مصدر مسؤول بهيئة الامن الاقتصادي قال ان الامن الاقتصادي جاهز تماما لملاحقة وضبط الضالعين في الاضرار بالاقتصاد الوطني حيث سيتم تقديمها للعدالة بموجب اوامر الطوارئ العاملة بالبلاد وكان امر الطوارئ رقم 6 قد حضر على اي شخص حيازة او تخزين ما يتجاوز المليون جنيه وحضر ايضا على اي شخصية اعتبارية تخزين او حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد اقصى لا يتجاوز 5 ملايين جنيه وحدد الامر عقوبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقيل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 10 سنوات والغرامة ومصادرة الاموال واماكن التخزين واي وسيلة استخدمت في ارتكاب المخالفة يعني ساز فرق امنية متخصصة تلاحق المضاربين ومخزيني العملة اعتبارا من الغد ولعل يمكن كثير يمكن ما زال يمكن هناك كثير من المخزينين للعملة يعني يضربوا يعني بامر الطوارئ ارض الحائد يعني وما زالوا يمارسون هذا التخزين وهذا لذلك يكونت هذه الفرق المتخصصة لاذالة مثل هذه الشوائب يعني يعني هل يمكن ان تلعب دور كبير جدا جدا في الحد من هذه العملية هو بالعصل في السودان الثقافة التعامل مع المصارف تبدو قائبة والعل واخر تصريح لرئيس الوزراء المصارف معتز موسى كان قد قال ان نسبة الذين يتعاملون مع المصارف من السودانيين لا تتجاوز نسبتهم 10% 90% من اهل السودان لا يتعاملون مع المصارف ولا مع ثقافتها ولا مع اداعاتها هذه واحدة الثانية حتى العشرة بالمئة هؤلاء الذين كانوا يتعاملون مع المصارف تبددت سقتهم فيها تذكر منذ شهور قالت كان الناس يذهبون الى المصارف ولا يجدون اداعاتهم التي اودعوها نعم ومن المؤكد ما من عاقل يمكن ان يدع اداعاته ثم يثقف لا يجدها ابتداء على المصارف اولا ان تبني سقتها مع العميلة هذا مطلوب واساسي جدا وبناء الثقة هذا يتوفر عندما يتوجه البنك المركز بمبالغ مالية كبيرة جدا للمصارف وان يعود العميل مرة بعد مرة الى المصرف وفي كل مرة يجد اماله حينها ستنبني سقته سيعود بامواله للمصارف امر الطوارئ رقم 6 الذي حضر تخزين العملة الوطنية وحدد سقفها مليون للمواطنين العاديين وخمسة ملايين للشخصيات الاعتبارية ان تقديري هذا هو يتوجه بالدرجة الاولى الى مناطق تخزين العملة بصورة كبيرة جدا والعلى هذا يتضح في كرينات السيارات هذه الكرينات ربما هي تمثل مصارف اداعتها ربما تكون هي اكبر من البنك المركزي نفسه حتى اولا يتعاملون بمليارات الجنيهات ولا يتعاملون البتة مع المصارف لا قبل تبدد السقة ولا حتى بعدها اولا ربما الامر يعنيهم بالدرجة الاولى الفئة الثانية التي تتعامل كذلك بمبالغ كبيرة جدا ومليارية واصلا وطنت نفسها على لا تتعامل مع المصارف هي تجار العملة اولا كذلك يتعاملون مع مليارات الجنيهات لانه كما تعلم رأس مال مهنتهم هذه هو هذه المبالغ المليارية ومن ثم دائما تكون في ايديهم حتى اذا ما وجدوا مبالغ كبيرة جدا باتهم جاهدون لها هلهم بالدرجة الاولى الفئة الثالثة التي كذلك تحوزها موات كبيرة لكن ربما هي لا تخزنها لكنها لا تجد سبيلا الى المصارف ربما هم فئة المعدنين تعلم ان البنك المركدي منذ شهور انخلت كان قد وطن النفسه على شراء اربعة طن من الزهب شهريا لتوفير موارد النقدة الاينبية هو يتوجه الى المعدنين ويشتري منهم بمبالغ كبيرة جدا لكن للأسف شركة الموارد المعدنية التي اعفى سيد محمد طاهر الى رئيس الوزراء مديرها هذه الشركة للأسف رغم انها كانت تحوز وتحصل على رسوم واجباعيات كبيرة جدا من المعدنين لكنها لا تتوجه بالخدمات نحوهم من تلك الخدمات انها لم تقم لهؤلاء المعدنين المصارف بالقرب منهم ليتمكنوا من التعامل معها ومن ثم هناك مبالغ كبيرة جدا بأيدي هؤلاء المعدنين وفي مواقع بعيدة ربما لا يجدون حتى سبيلا الى مصارف ليداعاتهم هذه ربما هذه الفئات السلاسة هي المعنية بالدرجة الاولى بهذه الفرقة المتخصصة من اهل الامن لتفتيشهم ولبحث عن اي اموال نقدية حضر عليهم تخديرها نعم يعني دكتور تحدثت عن الثقة المهمة بين المودعين والمصارف ولعلها هي واحدة من الأهم النقاط التي يمكن ان تلعب دور كبير جدا جدا في اعادة الثقة حقيقة بين المودعين والمصارف وكذلك ممكن ان تلعب دور كبير في ازدهار الاقتصاد الوطني يعني هذه المراقبة وهذا التفتيش هل يمكن ان يلعب دور كذلك في الحد من هذه العادة او يمكن ان يعيد ثقة صدقني دائما اصلا الاجراءات الاقتصادية والاصل بناء الثقة الاجراءات الامنية تأتي مكملة لكنها لا يمكن ان تكون بديلا لاجراء اقتصادي ولا بناء الثقة وعادة هكذا اجراءات استثنائية انما تتقد في مثل هذه الحالات حالات الطوارئ حين يبلغوا الامر حدا لا يجدي معه التعاون بالقوانين العادية ومع ذلك لا يمكن لا اهل الاقتصاد ولا لا اهل المال ولا اهل الجهاز المصرفي ان يركنوا الاجراءات الامنية بعيدا عن معالجات اقتصادية شكرا جزيلا اذا ننتقل الى صحيفة الوان وفيها النايب الاول يقود وفد السودان للمشاركة في قمة تونس توجه الفريق اول ركن عوض محمد احمد بن عوف النايب الاول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع الى تونس صباح امس مترئسا وفد السودان المشاركة في القمة العربية رقم 30 المنعقدة في العاصمة التونسية تونس يوميس 30 اول يوم وغدا وكان في ودائه بمطار خرطوم الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية وعدد من وزراء والمسؤولين بالدولة وتناقش القمة عدة موضوعات من بينها قضية فلسطين والصراع العرب الاسرائيلي والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والجولان العربي المحتل والازمة السورية والتطورات في اليمن والليبيا الى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال الى جانب قضايا اخرى القمة العربية 30 يعني درجنا يمكن في سابق كثير من الدورات السابقة يعني لم تفعل شيء حقيقة في قضايا الدول العربية والان هذه القضايا قضايا ساخنة حقيقة خاصة فيما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي في الجولان وفي فلسطين وكذلك قضايا قضايا جمهورية ليبيا وما يخص السودان والصومال كلها هذه قضايا ساخنة تحتاج الى حل يعني جزري يعني كيف تنظر الى هذه الدورة في هذه المرة طبعا كما تعلم الجامعة العربية للأسف منذ تأسيسها وى يوم الناس هذا لم تلعب دورا ايجابيا في حل حلت قضايا الامة العربية ولا في رأب صدعها ولا حتى في حل الخلافات بين الدول العضاء فيما بينها ربما كان على عوام خلت كان هناك الدور للزعماء بارزين كان لهم اسامهم العربية ولهم زعامتهم التي كانت هي التي تقود للجمع العربية التي تقود ونذكر هنا مثلا الزعيم الراحل الجمال عبد الناصر نعم الجمع العربية محتاجة الان الى ان يعاد النظر في مساقها وفي امر تأسيسها لانه منذ يوم نشأتها كانت تعتمد قراراتها بالاجماع وتعلم الانفذ لخلاف العرب الراحل ربما حتى لا يتوفر اجماع في اي قضية من القضايا الجمعة العربية بلغت درجة من الضعف الى درجة ان الولايات المتحدة الامريكية تقدم على قرار بان تعترف بان القدس هي عاصمة لاسرائيل والجمع العربية لا تحرك ساكنا اخر ايام الجولان الجولان ان تعتبر الجولان جزءا من الدولة الاسرائيلية وتعلم ان كذلك هناك المخطط الذي يراد ترويجه الان وحتى بمبارك الدول العربية الشرق الاوسط الكبير ان تميع حتى القضية الفلسطينية وان يتم التخلي حتى عن القرارات الاممية وتم التخلي حتى عن اتفاقات اوسلو التي وافقت عليها اسرائيل كل هذا بسبب الطعف العربي الذي رانا الان الان الجمعة العربية تنعقده لان مسم انعقادها قد حل لكن صدقني انها لن تستطيع ان تفعل شيء الان امامها قضايا ساخنة سيصدر بيان وربما البيان قد يعد سلفا حتى قبل ان تنعقد القمة وكله البيانة تضمن عبارات الشيب والتنديد والادانة لكن الجامعة العربية لم تعد تحرك ساكنة لو قارننا بين الجامعة العربية مثلا والاتحاد الافريقي الذي اتى من بعدها بذمان الاتحاد الافريقي اصبحت له قوة مشتركة اصبحت له احكمة اصبحت له مصرف اصبحت له ميثاق ومن ثم فان عند ولديه سوق التحفرق طفرات كبيرة بينما الجامعة العربية ران عليها القعود وران عليها السكون نعم يعني استاذ عبد الرحمن يعني يمكن انت تحدثت يمكن يعني او هناك يأس يعني يمكن في الجامعة العربية ولكن ربما تخرج بتوصيات يعني كيف يمكن ان تدعمها بالتنسيق مع الامم المتحدة حتى لا تلعب دور كبير وهذه القضايا اصبحت قضايا مصيرية طبعا الجامعة العربية الذي لا يجعلني اتفائل نعم بما يمكن ان تتقده من قرارات لان الخلافة الان تضرب كل عضويتها ولم تستطع ان ترعب صدعا يعني مثلا الخلافة الخليجي ما بين المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين والمصر في مواجهة دولة قطر الجامعة العربية لم تحرك ساكن فيها كذا خلاف وعديد من خلافات الان تضرب مثلا العزمة السورية عبر هذه السنوات الجامعة العربية لم تتقد فيها قرار جابين ليبيا كذلك في مسألة الصومال كذلك في مسألة اليمن كذلك فمن الذي يجعلني اتفائل هل الجامعة العربية قد صحت من سباتها وقد افاقت من نومها حسب انها ما تزال في مرقدها مثلها مثل اهل الكهف وان كان اهل الكهف من بعد سنين عددها قد استيقظوا من نومتهم لكن هؤلاء ربما هذا المنام ربما يكون هو مناما اخيرا والله نرجو ان يكون هذا غير ما يعني لا تتفاعل به يعني صدقني الان الوقع العربي لا يغري بالتفاول والعيزة العربي ربما يغري الاخرين بالعدوان علينا مرة من بعض مرة الان اقول لك ربما لا تصدق تعلم ان اسرائيل منذ تأسيسها ومنذ وعد بلفر في العام 1917 من بعد ان اصبحت واقعا ومن بعد يونيو 1967 واحتلالها للضفة القربية والذلك للجولان والسيناء ومنذ ذلك التاريخ كانت اسرائيل تحلم بدولة من النيل حتى الفرات اسرائيل الان تقول ان الضرف بات مواتل ان تقيم هذه الدولة من النيل الى الفرات لكن الذي يوقف اسرائيل من ان تقيم دولتها في هذا المحيط الواثع الكبير تقول انها لو انها امتدت وتوسعت بهذه الدرية فانها ستقرق في محوط عربي كبير ربما يغطي على يهوديتها لهذا السبب هي الآن تبدو متحفظة في ان تمتد هذه الامتدات لكن ليس هناك من اي حجز عربي يمكن ان يوقف مخططاتها ولا توسعاتها يا نستاذ لماذا هذا الضعف؟ لماذا هذا الضعف؟ هذا الضعف صدقني بسبب ان الشعوب العربية قد جثم على صدرها حكام باع القضية وولاهم ليس لشعوبهم ولا لعوطانهم ولا لمنطقتهم ولأنهم ران عليهم ضعف ظنوا بدلا من ان يظنوا ان القوة لله جميعا ظنوا ان القوة هي لامريكا وان من يقف فوجها امريكا فان الحياة لن تكتب له الى هذه الدرجة هم بلقوا مبلغ هذا الدرجة وهم كذلك ظنوا ان امريكا ورضاءها انما يكون من بوابة رضاء اسرائيل ولا لذلك باتوا يقتربون من اسرائيل ويتمسحون في جنابها وكذلك هم يظنون ان ثرواتهم هذه التي بين ايديهم اذا لم يطلبوا رضاء امريكا ربما هذه الثورات تتبددوا من بين ايديهم هم للأتف بدلا من ان يعتمدوا على شعوبهم لانهم هم استضعفوا شعوبهم ومن ثم اصبحت هناك عزل بينهم وبين شعوبهم ولانهم افتقدوا السند الشعبي في اوطانهم فانهم يطلبون السند من امريكا والأي لذلك هذا الضعف يبدو واضحا وهذا هو الذي يغلل الاخرين بالعدوان علينا مرة من بعض مرة لكن طبعا سنة الله في ارضه مثل ما قال الله تعالى لاسرائيل لتعلقون في الارض مرتين اسرائيل ستعلقون في الارض مرتين الآن اختلف الناس هلل هذا العلوة الآن هو العلوة الاول اما العلوة الثانية لكن من بعد ذلك الارض سيري سهى عبادي الصالحون نحن انا وانت وغيرنا نرجو ان تعيد هذه الدولة لسيرة الاولى قوة ومناعة وعزة هذه الدولة العربية ستعود الى سيرتها الاولى يوم ان توقن ان العزة لله جميعا وان توقن ان القوة انما هي بان تستند الى شعبك وان تمنح الحرية لشعبك وان تمنح الكرامة لشعبك لانه في هذه الحالة شعبك سيسندك اما ان تسيم شعبك الخصفة والهوانة وان تمرق كرامته وان تنتقص كل حقوقه بالتأكيد هذا الشعب لن يسندك ولا ايد ذلك في هذه الحالة ان تطلب السندة من الاعداء بدلا من ان تطلب السندة من شعبك اذا امتدادا لهذا الحديث في صحيفة الوطن قرارات مرتقبة للقادة العرب بشأن السودان وبعض الدول تحصلت الوطن على مشاريع القرارات التي ستظر من القادة العربة في اجتماع القمة العربية 30 اليوم الاحد وخاصة بما يتعلق بالسودان والعراق بالاضافة لمشاريع قرارات اخرى خاصة ببقية الدول العربية وتتضمن مشروعا جديدا حول الاعتراف الامريكي بسيادة اسرائيل على اليولان السوري العربي المحتل واعتمد مجلس الجامعة على مستوى القمة مشروع قرار اخر حول التطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ووصل النايب الاول لرئيس الجمهوري فريق اول روك نعوض محمد احمد بن عوف الى العاصمة التونسية امس في تلك اللحظات يعني امتدادا لهذا الحديث يعني هناك مشاريع جديدة يمكن ستصدر في هذه القمة قمة يخص السودان يعني كيف تنظر ما يمكن ان يستفيد منه السودان وما يمكن ان يتم تناوله من قضايا تخص السودان في السلام والاقتصاد تنمية الاقتصاد السوداني انا التقدير يا سودان عليه ان اعتمد على نفسه اولا نعم وان اعتمد على ان يحقق افاقا وطنيا داخليا بحوار اجري بين قواه السياسية وكذلك ان يدير تفاوضا مع حركات مسلحة اللي تضع الحرب او ذارها نعم لانه ياخذ صدقنا الان جل مواردنا وقال بها انما تساب تلقاء الامن والدفاع صحيح اننا نعيش اوضاع حرب الحرب الباردة لا سلم ولا حرب لكن كل هذا يفرض علينا ان نحطاطه للمقبل من امرنا نحن اذا اوقفنا الحرب نهاية ووفرنا موارده يمكن ان نفتح بها مساربا للانتاج نعم صدقني صحيح انه قد يقال انه ليس لأحد ان يقول انه لا احتاج لتعاون الاخرين لكن نحن نمتلك موارد كبيرة نعم ونحن نمتلك خيرات كبيرة ونحن نستطيع ان ننهض نعم وليس الامر صعبا يعني انا كنت من قبل اضرب مثالا يعني اليابان نهضت من بين قبار القنبلة الذرية في هرشيما ونجزاكي والان هي القوى الصناعية الضاربة في العالم المانيا نهضت من بعد ازلال كبير جدا من الثلاثاء ومرقوا انفها وقسموا دولتها من بعد خمسين عاما المانيا توحدت واصبحت قوى الصناعية كبيرة وضاربة دعك من القوى الصناعية الكبرى هذه نحن الان رواندا من حولنا ضربتها ابادة جماعية وحرب نشأت بين الهوت والتوتسي صحيح ومن بعد سنوات عادوا وحقنوا دماءهم والان قبل سنوات اختارت الانوان المتحدة كي قالي صحيح كأجمل عاصمة افريقية صحيح وانه يفاوض البيض العنصريين ومع ذلك تعالى على ما لحق به شخصيا وفرض تاريخا جديدا ما زلت جنوب افريقيا تتفيأه بانه تسامى وفرض الحقيقة والمصالحة اعترف الناس بكل الجرائم التي ارتكابوها ثم بعد ذلك كان هناك عفوا عاما وكانت هناك مصالحة كل هذا في القرل افريقيا القريب مننا هذا اس يمكن ان نقتات عليه وان نتعامل معه وان ندير النظر فيه كيف يمكن ان نحل به قضايانا نحن نحن الان في السودان علينا ان نتخلى عن سخيم انفسنا وعلينا ان نتخلى عن مراراتنا وعلينا ان نتخلى عن روح الاقصاء التي بدأت تشيع فينا وعلينا ان نضع حدا لروح الكراهية التي بدأت تدب وسطنا هذا لا يتم الا بحقيقة ومصالحة يعني ان نعترف الكل بكل اخفاقاته بكل ظلاماته بكل الذي استكبه ثم بعد ذلك نشعر عفوا عاما ومصالحة نتجاوث هذا لانه المسأل الداري يقول من فشق بينته خرب مدينته نحن في الجامعة العربية الصحيح يمكن لدينا مشروع امن غزايا عربي في هذا يمكن ان نستفيد من السروات العربية لان نحن نمتلك الموارد كلها وكذلك في الجامعة العربية يمكن نحن نطلب سندها فيما يتعلق برفع اسمنا من قائمة الدول الرعي للارحاب هذا مطلوب جدا كذلك يمكن لجامعة العربية ان تسند امرنا فيما يتعلق بالتوحيد نسجنا الوطني وكذلك في ادارة مفاوضات توقف حربنا نعم ممكن نستفيد من اموال في هذه الارض طبعا للأسف الاموال العربية منذ زمان انهاجرت واصبحت في المصارف القربية وفي كل مرة يعني تذكر تماما هم يهددون الدول الخليجية البترولية النفطية بانه يمكن يصادرون اموالهم وفي كل مرة يتهمونهم بفريات تذكر حتى ان امريكا وصلت مرحلة انها تريد ان تقتصب حتى المال العربي حادثة سبتمبر 2001 ضرب مركز التجارة العامية رغم انهم افراد هم الذين ينفسها العملية باسمائها هلاء الافراد يريدون ان يحملوا المسئولية لدول عربية ويستنزفوا اموالها ويقتصبوها عنوة واقتدارة هذا المال العربي كان يمكن ان نحول كل المنطقة العربية الى جنة الله في ارضه لكنه العجز العربي الذي تبدى وضرب كل شيء في منطقة العربية اذا ننتقل الى صحيفة اليوم التالي فيها مصادر حكومية استمرار مراجعة شركات ومؤسسات الدولة قالت مصادر مطلعة قالت ان الاجراءات والقرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا تمت بناء على موجهات لجاني وفرق عمل من مجلس الوزراء لمراجعة المهام والاختصاصات في مؤسسات واجهزة الدولة والتي تم بموجبها اعفاء ستة وكلاء وزارات وتعيين اخرين مبينة ان هذه الاجراءات جاءت في اطار الالتزام بالمؤسسية وقوانين الخدمة المدنية وتم التكليف من داخل المؤسسات والوزارات مع مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة يعني استاذ ممكن مصادر حكومية تعمل كذلك استمرار في مراجعة شركات ومؤسسات الدولة وهذا يمكن يعني كثير من او عدد من المؤسسات يمكن تم يعفاء مدرائها وكذلك وكلائها وذلك هذا بقصد الاصلاح يعني يقصد الاصلاح وما زالت ما زال الامر مصمير يعني في كثير من الاهيئات وكثير من المؤسسات التي فيها كثير من الاختلالات الادارية والاختلالات المالية يعني كيف تنظر الى هذا الاستمرارية في عملية اصلاح الاهيئات والمؤسسات الدولة طبعا البعض كان يظن ان السيد محمد طهر إيلا رئيس الوزراء هو يصدر عن اجتهادة شخصية لكن تبين ان هناك لجان وزارية في مجلس الوزراء لجان هي عاكفة على تقييم المؤسسات وتصنيفها وتحديد عيزها وضعفها وحتى مدى قدرتها الذين تم اعفاءهم المؤسسات التي تم حل اما لاخفاقاتها او لضعف ادائها او لان مدرائها حتى يتقاضون امتيازات ومرتبات حتى لا تتقيد بقوانين الخدمة المدنية يعني من ذلك مثلا مدير الشركة الموارد المعدنية الذي جرى عفاءهم مؤخرا يعني مرتبه الاساسي 38 ألف جنيه يتقاضى بدل لبس ويتقاضى بدل السفر واربعة ساكر سفر للخارج ونسريات بالداخل وامموريات وإيجازة قيل ان بدلاتهم مجتمعة تعادل مرتبه 24 شهرنا من اين جاءوا بهذه القوانين ومع ذلك يتساءلون لماذا الدولة لم تستطع ان تؤدي خدماتها هؤلاء يعجزوا الدولة هذا صرف في غير محله هذا صرف غير رشيد طبعا يقولون هذه عقودات خاصة وامتيازات خاصة مؤكد هكذا صنعوها لأجل لمصالحهم لا لأجل مصالح الدولة الأمر الثاني كذلك السيد إيلا كان قد قال أنه منذ مرحلته فصاعدا وكلاء الوزرات سيكونون من داخل وزاراتهم تعلم أنه في زمان مضى كان وكلاء الوزرات يعينون تعيينا سياسيا كان ذلك على عهد التمكين الذي أظلنا وكان التعيين يتم على أساس الولاء لا على أساس الكفاءة الآن إيلا يريد أن يمكن الكفاءة وبالفعل بدأ تذكر تماما على عهد السيد معتدر رئيس الوزراء المنصري كان الأمين العام الذي عين طبيبا جاءوا به من قاري مجلس الوزراء الآن إيلا الأمين العام لمجلس الوزراء تم تعينه من داخل الإداريين داخل مجلس الوزراء وأقدمهم خبرة هذه واحدة الثانية تعلم أن الوكيل هو الرجل التنفيذي الأول في أي وزارة والخدمة المدنية لم يتم تخريبها وإفسادها إلا يوم أن دخل السياسيين عليها ويوم أن تقول السياسيون على سلطات الوكيل التنفيذي من هنا بدأ التخريب المدنية الآن يتحدثون عن إصلاح الدولة وصدقني أن دولة لا يمكن أن تصلح إلا بإصلاح الخدمة المدنية لذلك إيلا قد بدأ ابتداء بإصلاح الخدمة المدنية الآن في الصف تنتظر كثير من المؤسسات ونحن نقول للذين ينتظرون أخوك كان حال أقوله بالراسك بالراسك نعم يتيرون في الصف ويسيرون في الانطلاع أستاذ ممكن البحر يدريس أبو قردا في الوزير العمل قبل ذلك أتحدث عن هذه المسألة واستغر باستغراب كبير جدا هناك مثلا أنت في الرابع وأنا في الرابع مثلا أنا أصرف مبالغة وأنت لا تصرف أكثر من ألفين طبعا هذا هو التخريب دور وزارة العمل على عهد سنوات سنوات مرضيات كان هناك هيك الموحد للخدمة المدنية وكان الذي يعمل في وزارة العمل والذي يعمل في وزارة الصحة والذي يعمل في وزارة أخرى يتغاضون ذات المرتبات وذات الامتيازات وأحيانا تكون هناك بدلات محددة للأطباء في وزارة الصحة تكون محددة جداً وبالقانون ثم جرى تخريب القانون وجرى الامتيازات والعقودات الخاصة العقودة الخاصة يا أخي هذه جرى إلقاءها منذ سنوات لكن لأنه هيبة الدولة لم تعد تفرض هؤلاء يتحدون الدولة وهيبتها وسلطتها ويفرضون عقوداتهم الخاصة إلى هذه الدرس السيد محاري دريسة أبو قردا الذي استشهدت به أنت وزير العمل قال عشرات المحاولات جرت لإصلاح الخدمة المدنية كلها فشلت لأن الإرادة لم تتوفر لإصلاحها ولأن هؤلاء الذين يسبحون عكس تيار الإصلاح هم هؤلاء الذين أفشلوا كل محاولات إصلاح الخدمة المدنية لأن الإصلاح يعني سلب هؤلاء امتيازاتهم ومخصصاتهم وصلاحياتهم ولأن هؤلاء يقلبوا مصلحتهم على مصلحة الدولة نفسها نرجو لكون هناك إصلاحاً شاملاً إن شاء الله بالتأكد بالضرورة إذن ننتقل إلى صحيفة الانتباه وفيها البرلمان يجري تعديلات واسعة على قانون جهاز الأمن شرع البرلمان في إجراء تعديلات واسعة على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطنية لا سيما الموازن متعلقة بكيفية ومدة الاعتقال فضلاً عن اتخاذ وإخضاع موازنة الجهاز للرقابة والمراجعة بوسط البرلمان وتعديلات حول الحصنات التي يتمتع بها الأفرات والضباط يعني جهاز مراقبة كبير يعني يؤتمد عليه في الدولة وكذلك يخضح للمراقبة وتعديل القوانين خاصة فيما يتعلق بمدة الاعتقال ومدة وكذلك يمكن أن في دور كبير جداً جداً في ضبط أو معالجة القوانين الأمنية موجودة وكذلك مراقبة الموازنة ليجي هذا الأمن يعني هل هناك ليس هناك كبير يعني على الإصلاح؟ أنا أعتقد هذا واحد من البركات التغيير الذي الآن ندخل عليه ونتلمس خطانا فيه تعلم أنه منذ فترة كانت هناك حديث عن مراجعة القوانين ومن بينها قانون جهاز الأمن والمقابرات الوطنية وتعلم أنه حين يتم ضبط مسألة المدة التي يعتقل فيها الإنسان ويتم حبسه هذا من المؤكد يحافظ على كرامته وعلى حقوقه القانونية هذا أمر مهم جدا وأن تكون الموازنة خاضعة كذلك للضبط هذا كذلك إذا كنا بدأنا بجهاز الأنف من أولى أن نمضي إلى الآخرين صحيح هذا الضبط المالي وكذلك هذا الضبط القانوني من المؤكد هو الذي يضع عتابنا على دولة تحترم فيها حقوق الإنسان ودولة كذلك تحترم فيها النزاهة والشفافية لأنه كما تعلم أن عالم اليوم الحكم الراشد فيه إنما يقوم على ركاية السلاسة النزاهة والشفافية ومقافحة الفساد وإذا بدأنا نحن بجهاز الأنف أولى أن الآخرين بالتأكس نمضي نحوهم ونتجه باتجاههم إذن ننتقل صحبة المجهر السياسي وفيها شورى الموطمر الوطني يجيز الرؤية المستقبلية للحزب ويشكل أربع لجان أجاز مجلس شورى الموطمر الوطني في اجتماعه أمس السبت بمركز الشهيد الزبير مصودة الإطار المفاهيمي كرؤية لمستقبل الحزب ومساره خلال المرحلة المقبلة وقال الرئيس اللجنة السياسية بمجلس شورى الموطمر الوطني محمد حسن الأمين بالصحقيين قال إن مجلس الشورى حس لجان المكتب القيادي بتسريع الخطة لإنجاز مهامها لإعداد الخطط والمسار التي تفصل ما أجمل في الإطار المفاهيمي الذي يرتكز على الحوار والإصلاح وكشف عن تشكيل أربع لجان تختص بالإصلاح الحزبي والسياسي مساء الحوار حل الأزمة الاقتصادية والإعلام كيف تنظر إلى هذا الحديث حول شورى الموطمر الوطني في معالجة الحزب الداخلي طبعا الموطمر الذي انعقد أمس كان موطمرا مهم جدا لأنه هذا هو الموطمر شورى ينعقد في قياب الرئيس البشير الرئيس البشير من بعد أن قال أنه يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وفوض صلاحياته لمولانا أحمد حارون ليكون رئيسا مفوضا لحزب الموطمر الوطني ومنذ أن تولى مولانا أحمد حارون المسؤولية عقد المكتب القيادة تقريبا نحو سلاسة اجتماعات واتمها بموطمر الشورى الذي عقد البارحة واستمر لأحد عشر ساعة الموطمر كان قد ناقش الإطار المفاهيمي وفي هذا أنا أطلم من مولانا أحمد حارون من قانشوسات حزب الموطمر الوطني أن يبسطوا للناس المفاهيم لأنه حتى الآن ليس رجل الشارع العدي وإنما حتى الصحفين والإعلامين أنفسهم لا أحد يعلم على وجه الدقة ماذا يعني الإطار المفاهيمي أنت سبقتني في هذا كنت أريد أن أقول لك ما هو الإطار المفاهيمي ينبقي أن يبسطوا للناس مصطلحاتهم ولا تكون الرؤية غائمة اللهم إلا إذا كانت الرؤية غائمة حتى بالنسبة لهم وأنفسهم وأرادوا من ذلك أن يقدموا لنا مفاهيم يصعب علينا استيعابة الآن هم يقولون في الإطار المفاهيمي هذا أنهم إن قسموا إلى ليان لين ستدرس الإصلاح الاقتصادي ولين ستدرس الإصلاح الدولة والحزب كذلك ولين ستدرس الإصلاح الاقتصادي ولين كذلك ستدرس الإعلام في اجتماع الشرع هذا أقروا تأجيل المؤتمر الحزب تعلم أنه كان ينبقي أن عقد المؤتمر العام للحزب في أبريل الآن تم تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى ما بعد رمضان هذه واحدة الثاني كذلك هم أقروا أن استكمل البناء الحزبي تكوين ليال لتنظر في استكمال البناء الحزبي كذلك أقروا أنهم يوافقون على التغيير الذي أعلنه الرئيس البشير في خطابه الشهير في 22 فبراير الماضي والذي بمجيب حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات العين وحكومات الحكومات قالوا أنهم يباركون هذا ويأيدون هذا ويتفهمون الدواعي والأسباب التي أدت إلى هذا في أمر الطوارئ قالوا أنهم يتفهمون الدواعي التي فرض بها الرئيس البشير الطوارئ لكنهم يترجون أن ترفع الطوارئ متى ما زالت أسبابها من معلنها الذي أعلنها هذا أمر مهم جدا قالوا أنهم سيسعون مع القوى السياسية الأخرى لأجل إدارة حوار وطني للخروج من هذا المأذغ الذي يعيشه الوطن قالوا كذلك سيسعون مع الآخرين لأجل إدارة حوار مع الحركات المسلحة التي رفعت السلاح لأجل أن تضع الحرب أو دارها وأن تتواصف حتى السلام الآن هم يقولون ربما هناك اليان قوينة ستدرس سؤالة سيد محمد حسين هل هناك تغيير لإسم الحزب؟ هل هناك حديثة عن دمج الحركة الإسلامية في المؤتمر الوطني؟ قالوا أن اليان ستنظر في كل شيء الآن المؤتمر الوطني بعيدا عن الرئيس البشير يعيش وضعا جديدا والمؤتمر الوطني يريد أن يكيف نفسه على هذا الوضع الجديد هل يمكن أن يعود بقوة؟ المؤتمر الوطني يمكن أن يعود بقوة إذا درس بجدية مواطن الخلل فيه وقيم وشخص إخفاقاته وكذلك شخص وقيم مواطن القوة فيه وكذلك نظر في الذي حاد به عن طريق في سنوات الماضيات ومن ثم بادر لعجل أن يصفي صفه تعلم أنه على عهد سنوات الماضية هناك كثير من قد دخلوا على صف المؤتمر الوطني ربما لعجل المصلحة والمنفع الآن من بعد أن قابت الدولة عن الحزب سيبقى في الحزب الصادقون وسيترجل أصحاب المصلحة والمنفعون أنا أحتمز إذا استفاد المؤتمر الوطني طبعا لا أحد أنا أقول لك المؤتمر الوطني الذي حكم سلاسين عاما صلاح كان هو مرتبطا بالسلطة ارتباطا تاما وأثر في الساحة السياسية تأثيرا كبيرا جدا وحفر مجرا عميقا في تاريخ السياسي السوداني ومن ثم فإن أي تغيير قادم إذا حاول أن يقصي أو يعزل المؤتمر الوطني ربما شرخا في الساحة السياسية السودانية أنا أحسب أن التغيير القادم ينبقي أن يكون بمشاركة كل القوى السياسية مع اعتراف الكل بإخفاقاتهم وبمواطن خللهم وزللهم وباعترافهم بالذي ارتكبوه وجهنوه من بعد ذلك تنعقد حقائق مصالحاتا وعفوا عاما نعم أستاذ عبدالحوني تبقت ثلاثة دقائق في عجالة في صحيفة الوفاق اكتمال حصاد القمح بالولايات الشمالية أبريل المقبل يعني الولايات الشمالية أصبحت رقم حقيقة في زراعة القمح الراجحي أتقل تقانات جديدة وحديثة ورافعات جديدة وحاصدات وارتفع بإنتاجية الفدان القمح إلى سلسين جوالا طبعا تعلم إلى وقت قريب كان الفدان القمح في الجزيرة صحيح ما بين ستة إلى سبع جوالات الآن هيئة بحث الزراعية في ود مدني أتقلت عينات جديدة من القمح قالتها أنها ستتفع بالإنتاجية إلى خمستاشر جوال الأوروبا وارتفعت بها إلى سلسين جوال أنا أحتمل القمح للشمال كان نغلة كبيرة جدا وأكد أننا يمكن بزراعة وحدها أن يحقق اختراقا طبعا على عهد الطفرة البترولية كان هناك مسؤول لا داعي لذكر عندما قيل له لماذا لا توظفون عائدات الطفرة البترولية في الزراعة قال هل من دولة النهضة بالزراعة في صحيفة آخر لحظة طرح كميات كبيرة من السكر لمقابلة احتياجات شهر رمضان من أمس بدأت الصدعة طرحة كميات تذكر أنه قبل يومين الماضين كانت أسعار السكر قد غفزت غفزات كبيرة أمس من بعد طرح هذه الكميات انخفض الأسعار من جديد كان هناك إخفاضا واضح ولكن ليس هناك ثبات لهذه الأسعار طبعا تعلم أن هناك محتكرين ومرعبين ومجموعات تمددت وتوسعت وهذه هي الدولة المهاجمة وهذه مشكلة كبيرة طبعا في المال يخزنه في السكر اللي يرفعه على كيف هو موفق هناك شبكة أصبحت محتكرة للسكر والدقيق ومحتكرة كذلك للأسمنت ومحتكرة لتيارة العملة وهذه لم تقتلع اقتلاعا فنحن الآن إلا في معركة إما أن تقتلعه هذه الشبكات وإما أن تحيل نهار أهل السوداني إلى الظلام إذن في صحيفة صيحة مصانع توقف البيع المباشر للجمهور يعني يمكن هناك خاصة مصانع الأسمن يعني أوقفت البيع المباشر بالنسبة للأسمنت وهناك يعني بعض الأجانب قالوا يلعب دور كبير جدا جدا في بالمناسبة في مصانع الأسمنت هذه هناك وطالبوا إلى كذلك بالتدخل لابد من مراجعة كبيرة أول حي النظر في أمر هؤلاء الأجانب الداخلين في هذه الشراكات ولأن مصانع الأسمنت هذه وهي خمسة وكلها في ولاية نهر النيل ارفعونا الأثعار كيفما اتفق بالمناسبة كل مدخلات إنتاج هذا الأسمنت محلية معدل ورق معدل ورق فقط صحيح وأمام سبب لزيادة هذه الأسعار بهذه الدرجة المبالغ فيها هؤلاء يعني انبغي لإيلا أن يتدخل في هذه الشركات الأسمنت ويعود النظر في أمرها وفي أمر الشراكات الأجنبية فيها أخبار اليوم فيها بدأت صح امتحانات الشهادة السودانية الثلاثة طبعا يعني امتحانات الشهادة جرت هذا العام وسط صعوبات مبالغة جدا تذكر وسطة الاحتياجات وتوقفت المدارس لفتراته ومع ذلك استطاع الطلاب أن يقالبوا كل صعوباتهم ونجلسوا لامتحاناتهم الآن بدأت المرحلة الثانية مرحلة التصحيح وطبعا رئيس الوزراء كان قد وجه محمد طاهر إيلا بإقامة مبنى كبير جدا يكون خاصا بالامتحانات وبتصحيحها وبفرجها وبكنترولها ليكون طفرة وليكون معلما أن تعلم أنهم يتوزعون الآن على المدارس ويقيم الأساس في أوضاع تكاد تكون بالقة السوء نعم إذن يمكن زمن انتهى أستاذ عبد الرحمن ولكن جاء في السودان كذلك أمريكا ودول أوروبية تشارك في مؤتمر عالمي للصمغ العربي بالخرطوم وكذلك في صحيفة الأحرام اليوم سفير جبا لا مجال ليتولى بقان أموم منصب نائب الرئيس في حكومة الجنوب وكل هذه نرجو أن يكون هناك تفاؤل كبير جدا جدا في حلول هذه المشاكل إذن كاتب الصحف والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن المين أشكرك جزيلا في هذه الحلقة وأشكرك نعم إذن تحيانا والفريق العامل السلام عليكم ورحمة الله